اهلا بكم الى الظاهرة والبداية مع العنوين ظريف يتحدث عن دور للقاء بومبيو ونتنياهو وابن سلمان في السعودية في التآمر لاغتيال فخر زادة والشورى الايراني قروا قانونا يسرع البرنامج النووي قناة محادثات سرية بين اسرائيل وتركيا لتحسين العلاقات بينهما بمبادرة من انقرة بحسب موقع المونيتور الامم المتحدة تكشف ان الحرب في اليمن اودت بحياة 233 الف يماني ونحو 80 منظمة امريكية تناشد بايدن انهاءها في اقرب وقت تحذير اممي من مجاعات بسبب تفشي وباء كورونا ونداء لجمع مصاعدات بقيمة 35 مليار درار وفي الظاهرة ايضا عبد الرحمن طفل مصري يحارب مرض السرطان بالفن الصوفي اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان اغتيال العالم محسن فخر زادا يأتي في اطار مؤامرة ثلاثية امريكية صهيونية سعودية ظريف كشف في تدوينة له عبر صفحته على انستغرام ان زيارات بومبيو المستعجلة للمنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية بين نتنياهو بن سلمان وبومبيو اضافة الى بيانات نتنياهو تكشف هذه المؤامرة التي تجسدت في العمل الارهابي الذي ترافق مع عملية سخبراتية مضادة وحرب نفسية من قبل محور الشيطان الذي يأمل اكمال خطة بومبيو نتنياهو بن سلمان الخبيثة لزعزعة امن المنطقة المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادا قال ان جولات بومبيو في المنطقة تأتي تجنبا للهزيمة الامريكية وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اكد زادا ان بلاده سترد على عملية اغتيال فخر زادا شهدنا جولات مضطربة واضطرارية لبومبيو في المنطقة من الواضح ان اضطراب وزير خارجية ترامب المهزوم يأتي لتجنب اكبر هزيمة تاريخية للولايات المتحدة وزير خارجية نظريف اوضح ان مثلث الشؤمي يقف خلف جريمة اغتيال الشهيد فخر زادا والخارجية الايرانية منذ اللحظة الاولى ادانة اغتيال الشهيد ووجهت اصابع الاتهام الى الكيان الصهيوني ايران سترد على منفذ ومخطط اغتيال الشهيد فخر زادا على نحو مؤلم جدا بكل تأكيد كما سترد على اي تهديد امني مقترن بالادلة ولن تتعامل مع الشكوك فقط الى ذلك صادق مجلس الشورى في ايران على قانون الاجراءات الاستراتيجية لالغاء العقوبات بموافقة اغلبية النواب في المجلس المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس ابو الفضل العموي اكد في الجلسة العلانية للمجلس ان الهدف الاول من القانون هو فتح الاقفال امام الصناعة النووية في البلاد واحياء البرنامج النووي لتطوير البلاد وتقدمها اما الهدف الثاني فيتمثل بمواجهة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية معتبرا انه يجب على اعداء ايران ان يعلم ان العقوبات ضدها لن تكون من دون ثمن وخلال جلسة مجلس الشورى قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كامالوندي ان طهران يمكنها اعادة احياء مفاعل اراك القديم في غضون شهرين مؤكدا امكانية ايران تركيب اجهزة الطرد المركزي القديم والجديدة كما اشار الى ان تطبيق البروتوكول الاضافي لا يؤثر مطلقا على عملية تخصيب اليورانيوم يمكننا احياء مفاعل اراد في غضون شهرين هو قابل لاعادة الاحياء على رغم مما جرى قوله عن ان المفاعل مليء بالاسمينت يمكننا تركيب اجهزة طرد مركزية قديمة وجديدة وفيما يتعلق بتقليل الاحتياطيات المخصبة يجب ان اقول ان احتياطاتنا الحالية تبلغ حوالي 3800 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب وينضم الينا مطاران مدير مكتب الميادين ملحم رية ملحم مرحبا مصادقة مجلس الشورى في ايران على قانون الاجراءات الاستراتيجية لالغاء العقوبات ماذا ستتيح لطهران طبعا سترفع كل القيود المفروضة من قبل الاتفاق النووي التي لا تزال حتى الان مفروضة من قبل الاتفاق النووي على البرنامج النووي الايراني هذا الامر واضح وطبعا العودة الى ما قبل الاتفاق النووي عندما يتحدث هذا القانون عن عدد من البنود ومن هذه البنود رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 20% زيادة عدد اجهز طرد المركزي استخدام اجهز طرد مركزي متطورة وكذلك ايضا التحلل ربما من القيود التي يفرضها البروتوكول الاضافي وطبيعة الحال هذا الامر يحتاج الى بحث ونقاش طويل بين صناع القرار هنا لانه سيكون له تبعات كما تحذر الحكومة الايرانية هذا الامر يعيد ايران الى المربع الاول لذلك الحكومة الايرانية تحذر وهي ترفض بشكل واضح العديد من هذه البنود الواردة في هذا القانون وتقول بانه يجب اعطاء الفرصة للادارة الامريكية الجديدة بعد تسلم بايدن السلطة في الولايات المتحدة الامريكية وبعد ذلك في حال ثبت حسن النوايا نوايا الادارة الامريكية الجديدة عندها يمكن العودة الى الاتفاق النووي تعود امريكا الاتفاق النووي من ثم تتراجع ايران عن خطواتها الخمس لتقليص التزاماتها في اطار هذا الاتفاق الذي اعتمدته بعد انسحاب ادارة ترامب من هذا الاتفاق لكن تقول الحكومة هنا بان تعليق العمل بالبروتوكول الاضافي ربما سيعيد الملف النووي الايراني الى اروقة مجلس الامن ومن ثم عقوبات دولية على ايران وربما ستخسر ايضا الدعم الروسي والصيني لذلك تحذر حقيقة من هذا الامر اريد الاشارة الى كلام الوزير ضريف باختصار احمد ربما في المداخلة الاولى لم نستطع التوسع في هذا الموضوع ولكن هذا يعد اول كلام رسمي حقيقة يربط ما بين اللقاء الثلاثي الذي جرى فيها السعودية وما بين عملية الاغتيال الضريف تحدث بشكل واضح بان نتيجة اللقاء الثلاثي كانت عملية الاغتيال التي كانت تهدف حقيقة الى خلط الاوراق واثارة التوتر في المنطقة كلام ضريف اضافة الى كلام علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الايرانية الذي قال بان الهدف من عملية الاغتيال في هذا التوقيت اغلاق نوافذ السلام في المنطقة اضافة الى كلام متحدث باسم الخارجية الذي قال بان ايران سترد على اي تهديد امني ولكن اذا كان مقرونا بالادلة هذا الكلام يشير الى ان الحكومة الايرانية تريد التأني في الرد وكذلك الامر تريد التعامل من منطلق الصبر الاستراتيجي وتفويت الفرصة على الكيان الاسرائيلي هناك وجهتها نظر في ايران وجهة نظر الحكومة الايرانية التي تحدث عنها وجهة نظر اخرى حقيقة يعبر عنها بعض الاصوليين هنا الذين يريدون ان يكون الرد حاسما وقويا وسريعا لكي لا تتكرر هكذا احداث في المستقبل مرة اخرى والبرلمان الايراني يعبر حقيقة عن جزء من وجهة النظر هذه لان الغالبية في هذا البرلمان من التيار الاصولي الذي اصدر اليوم او صادق اليوم على القانون الذي تحدث عنه شكرا لك ملحم ريا مدير وكتب الميادين في طهران نشر موقع المونيتور تقريرا عن فتح قناة محادثات سرية بين اسرائيل وتركيا لتحسين العلاقات بينهما الموقع نقل عن مصادر خاصة ان تركيا هي من بادرت بالمحادثات التي يجريها رئيس الاستخبارات القومية التركي وبحسب المونيتور فان انقرى قلقة من تعامل ادارة بايدن مع حكومة اردوغان ولسيما فيما يخص فرض عقوبات عليها على عكس ادارة ترامب مصدر استخباراتي افاد المونيتور ان التوجه التركي هو لعلاقات جيدة مع اسرائيل تمنح انقرى نقاطا مع ادارة بايدن حول هذا الموضوع ينضم الينا من اسطنبول مراسل ميادين محمود واثق محمود مرحبا كيف تم التعاطف الداخل التركي مع ما نشره موقع او مع التقرير الذي نشره موقع المونيتور وهل المعلومات والاجواء فعلا تشير الى ان انقرى هي من بادرت بالمحادثات نعم حتى الان لا يوجد اي موقف رسمي فيما يتعلق بالاتصال التركي الاسرائيلي في هذه الفترة لكن المحللين هنا الاتراك المراقبين ايضا يتحدثون من ان هناك دراسة شاملة لالسياسة الخارجية التركية بعد الانتخابات الامريكية هناك شعور لدى تركيا بانها تتجه نحو عزلة في المنطقة وفي العالم وبالتالي هناك يتحتم عليها مراجعة شاملة للسياسات الخارجية وربما الاتصال والتنسيق الذي جرى بين رئيس الاستخبارات التركي هاكان فدان ونظيره الاسرائيلي كما اشار موقع المونيتور يأتي في هذا السياق وفي هذا الاطار بالتأكيد تركيا قلقة من الانتخابات الامريكية وما تمخضت الانتخابات الامريكية من نتائج وفوز جو بايدن وبالتالي هناك قلق تركي من فرض اقوبات اقتصادية عليها في الادارة الامريكية الجديدة وهذا يتطلب التنسيق او قيام بعدة خطوات في السياسة الخارجية ربما اولى هذه الخطوات هو باتجاه اسرائيل وتحسين العلاقة مع اسرائيل لتفادي هذه الاقوبات الاقتصادية حتى الان ليس هناك تأكيد رسمي لهذا التنسيق لكن كما تعلم ان العلاقات التركية الاسرائيلية لم تنقطع حتى في اسوأ حالتها كان هناك تنسيق سياسي وحتى امني والتبادل التجاري بين الطرفين لم يتوقف اصلا وبالتالي اصلا هناك تنسيق مستمر بين الطرفين لا يوجد هناك قطيع سهيل هناك تخفيض في التفثيل الدبلوماسي بعد الازمة السياسية بين تركيا واسرائيل على خلفية استهداف السفينة التركية لكن هذه العلاقات مستمرة ولم تنقطع تحديدا فيما يتعلق بالشق الاقتصادي شكرا لك محمود واثق براسل ميادين في اسطنبول ضمن سياسة التطبيع التي تنتهجها البحرين مع الاحتلال الاسرائيلي وصل وفد من الحكومة البحرينية ورجال اعمال بحرينيين الى مطار منغورين وترأس الوفد وزير الصناعة والتجارة بحريني زايد بن راشد الزياني حيث كان في استقباله وفد وزري اسرائيلي تقدمه وزير الاقتصاد عمير بيرتس ومن المقرر يلتقي الزياني كبار المسؤولين الاسرائيليين لبحث التعاون بمجالات الصناعة والتجارة والسياحة وفقت الصعودية على السماح للطائرات التجارية الاسرائيلية بعبور اجوائها في الطريق الى الامارات وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية فانه من المقرر ان تقلع الرحلة الاسرائيلية المقبلة الى دبي خلال الساعة القليلة المقبلة فيما تم حل قضية تصريح المرور بعد محادثات قام بها جاريت كوشنر مستشار الرئيس الامريكي مع كبار المسؤولين السعوديين في محاولة شعبية لاظهار موقف رافض للتطبيع وعلى خطى اهل الكويت السقاردنيون لفتات رقمية تدل على طول المسافة بين محلاتهم التجارية والمسجد الاقصى المبارك تأكيدا منهم ان القضية المركزية والاساسية فلسطين وان التطبيع خيانا تحت عنوان تطورات المشهد الوطني عقدت الفصائل الفلسطينية لقاءا تطرق المشاركون فيه الى همية الوحدة الوطنية والشراكة مطالبين السلطة بالتراجع عن قرار اعادة التنسيق الامني مع الاحتلال تقرير احمد شلدان بعد انتكاسة جولة المصالحة الاخيرة في القاهرة عقدت الفصائل لقاءا وطنيا في غزة لمناقشة تطورات المشهد الفلسطيني ولسيما في ظل التحديات الكبيرة الراهنة التي باتت تهدد القضية الفلسطينية ووجودها ان المراهنة الفلسطينية على العودة الى مصار المفاوضات والعودة الى العمل مع الاحتلال رهان خاسر يضرب الوحدة الوطنية في العمق ويضرب مشروع الشراكة بكل قوة يضربه ويقسم ظهره اللقاء الذي غابت عنه حركة فتح اكد المشاركون فيه ان الوحدة الوطنية والشراكة لا تنسجمان معاودة التنسيق مع الاحتلال والمطلوب هو تحرك جاد لعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني تأكيد على التمسك بخيار المصالحة رفض التطبيع وضرورة التمسك بأولوية اصلاح البيت الداخل الفلسطيني ومن ذلك اعادة ترتيب وبناء منظمة التحرير الفلسطيني اكد بان المصالح هي المماء الوحيد والاجباء للنجاة لشعبنا الفلسطيني من اجل تحقيق اماله في الحوالية والعودة والاستقلال ويخشى الفلسطينيون من التبعات السلبية للانقسام الداخلي على قضيتهم مؤكدين ان الرهان على الادارات الامريكية المتعاقبة هو رهان اثباتت التجربة فشله على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال اجماع فلسطيني على ان الوحدة الوطنية هي طريق التغلب على التحديات لكنه اجماع يصطدم بواقع يقول ان المصالحة الداخلية ولا سيما في ظل المؤامرة ضد القضية الفلسطينية تحتاج الى اكثر من مجرد الشعارات ومواقف احمد شلدان غزة الميادين كشفت وزارة الاوقاف والشؤون الدنيا الفلسطينية ان الاحتلال ارتكب 23 تدنيسا للمسجد الاقصى ومنع رفع الاذان في المسجد الابراهيمي 47 مرة شهر المنصرم واوضحت الوزارة في تقرير شهري ان الاحتلال مدد فترة الاقتحامات 45 دقيقة اضافية وان مؤسسة تراث جبل المعبد الاسرائيلية تحاول الحصول على اذن لتعليم التوراة في الصاحة الشرقية للمسجد الاقصى حبس انفاس تشهده الساحة السياسية في اسرائيل بانتظار قرار رئيس حزب ازرق ابيض باني جانس بشأن موقفه من التصويت غدا الاربعاء على قانون حل الكنيسة تقرير منال اسماعيل الازمة التي تعصف بالاعتلاف الحكومي بلغت ذروتها بين رئيسي الحكومة الاصيل والبديل بن يمين نتنياهو وبني جانس في ظل عدم الاتفاق بينهما على تمرير الموازنة ما وضع الحلبة السياسية في اسرائيل امام لحظات حاسمة ومغصيرية في ضوء التصويت المرتقب على اقتراح قانون لحل الكنيسة قدمته كتل المعارضة وايدته كتلة حزب العمل المشاركة في الحكومة اعداد كورونا ترتفع والاغلاق يقترب والكابنت الذي يفترض به معالجة حالات الطوارئ لا يجتمع كل يوم لاتخاذ قرارات والحكومة تبث ضعفا وارباكا وعدم ثقة المعركة بين نتنياهو وغانتس قد تؤدي الانتخابات في غضون اسابيع والمرحلة الاولى منها التصويت على اقتراح قانون حل الكنيسة وفيما برز انقسام حد في المواقف داخل حزب ازرق ابيض بين مؤيد ومعارض للتصويت على اقتراح حل الكنيسة حسم نتنياهو ومن ورائه حزب الليكود موقفه بعدم التصويت مع حل الكنيسة من دون ان ينسى نتنياهو تحميل المعارضة مسئولية جر البلاد الى انتخابات لا طائلة منها في جلسة التصويت على اقتراح حل الكنيسة ستحاول المعارضة جر اسرائيل الى انتخابات اضافية اليكود سيسعود ضد حل الكنيسة ومع الوحدة وفيما قال مراقبون انه اذا لم تحدث مفاجآت في اللحظة الاخيرة فان اسرائيل تسير بسرعة نحو انتخابات هي الرابعة في غضون عامين اشار اخرون الى انه مهما حصل فان نتائج سياسية قاسية بانتظار جانس فالامر بالنسبة له محصور بخيارين اما الذهاب الى الانتخابات مع خطر الانهيار الانتخابي واما للحناء امام نتنياهو والمخاطرة بانشقاق اضافي في كتلته المنقسمة اصلا على نفسها تواصل اللجنة الدوصورية السورية اجتماعاتها في جناف وقد برز خلاف خلال الجلسة الافتتاحية امس في وجهات النظر بين وفد الحكومة ووفد المعارضة على ملف عودة اللاجئين السوريين الى منازلهم تقرير موسى عاصي عودة اللاجئين السوريين الى بيوتهم ملف ينضم الى سلسلة الملفات الخلافية بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين على جدول اعمال الجولة الربيعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية من وجهة نظر وفد الحكومة الذي طرح الموضوع على النقاش في اليوم الاول من هذه الجولة هو ملف انساني يجب فصله عن الاستغلال السياسي من قبل بعض الدول اكدنا على انه يجب ان يكون مبدأا وطنيا طرح مسألة عودة المهجرين واللاجئين في سوريا اكدنا ايضا على ضرورة عدم تسيش هذا الملف وعدم استخدامه وسيلة للابتزاج السياسي هذا مهم اكدنا على ضرورة ان يكون هناك تعاون جدي وعدم وضع العراقيل في وجه عودة اللاجئين والمهجرين السوريين بسبب هذه الحرب التي فرضت على سوريا وفد المعارضة يرى ان عودة اللاجئين مرتبطة بالحل السياسي الشامل يجب ان يكون جزء ايضا من الحل الكامل نحن شفنا الجهود التي بزلت من قبل النظام من قبل الروس من قبل عدة جهات لمحاولة عودة اللاجئين ولاخذنا انه لا يمكن لهؤلاء اللاجئين ان يعودوا عودة كريمة وانتواني دون تطبيق قرار مجلس من 2254 كاملا موقف وفد المجتمع المدني القادم من الداخل السوري يضع عودة اللاجئين ضمن اطار انساني تعرف ان الملف مسيس وكل ملفات اللاجئين تسيس بهكذا الظروف حتى العقوبات تسيس فكان الاطار هو رفض التسيس ويعادته للحالة الانسانية وخصوصا انه عدد كبير من اللاجئين هم خرجوا انسانيا وليس على خلفية صراعية سياسية والى جانب ملف اللاجئين قدم المشاركون في اللجنة الدستورية مداخلات مختلفة تتعلق بموقف كل طرف من الهوية الوطنية من ضمن نقاش ورقة المبادئ العامة اجمع على بداية ايجابية لجولة الرابعة من اعمال اللجنة الدستورية السورية لكن في المضمون وحسب التسريبات وجهات النظر لم تلتقي حتى الان على اي من الملفات المطروحة موسى عاصي جناف الميادين انضم الينا مدير مكتب الميادين في جناف موسى عاصي للحديث اكثر عن هذا الموضوع موسى مرحبا بعد بروز خلاف بين الوفدين حول ملف عودة اللاجئين السوريين كيف تبدو اجواء اليوم الثاني من الجولة الرابعة من المحادثات في جناف يعني بحسب الاوساط من داخل الاجتماعات اللجنة الدستورية اليوم لا يزال النقاش مستمر حول هذا الملف ملف عودة اللاجئين والمهجرين السوريين الى ديارهم ولكن هناك حد اقل من النقاش الذي حصل بالامس وطبعا بالنسبة للوفد الحكومي السوري هذا المطلب بات جزءا من المبارئ الاساسية الوطنية الواجب التوصل بشأنها تفاهم حول عودة اللاجئين ويعتبر الوفد السوري من خلال المداخلات التي حصلت في جلسة اليوم بان من يعيق عودة اللاجئين السوريين اليوم هي الاستفافات السياسية والاستغلال السياسي بالاضافة الى مسألة العقوبات المفروضة على سوريا التي تعيق عودة الحياة الاجتصارية الى طبيعتها وبالتالي على الوفد الآخر او على اللجنة الدستورية بشكل عام ان تتوصل الى تفاهمات حول هذه النقطة لسيما بما يتعلق بعودة اللاجئين ورفض العقوبات المفروضة على سوريا الموقف من الطرف الاخر الموقف المعارضة السورية ايضا بحسب ما فهمنا من بعض المشاركين في هذه الجلسة بان هناك تفاهم مبدأ حول عودة اللاجئين وهناك على ما يبدو اقتراح يتم النقاش به بان يعلن تفاهم من قبل الرئيسين المشاركين بالعنوين العامة فقط بما يعني الاتفاق على عودة اللاجئين ولكن من دون تفاصيل ويبقى الموقف للمعارضة بان عودة اللاجئين مرتبطة كما ذكر في التقرير قبل قليل مرتبطة بالحل السياسي الشامل وبتطبيق القرار 2254 من خلال ما نفهم من موقف الحكومة بان الاعلان العام عن عودة اللاجئين لا يافي بالغرض ويجب أن يكون هناك اتفاق وتفاهم عن من قبل الجميع أن يعلن الجميع في اللجنة الدستورية عن مواقف واضحة بالنسبة لعودة اللاجئين ورفض الاستغلال السياسي ورفض العقوبات على سوريا يعني موسى حتى التفاهم حول مضمون هذا الملف ملف عودة اللاجئين السوريين لا يزال قائما نعم يعني هو المواقف لتزال متبعدة بشكل كبير وبحسب ما قال جير بيترسون في قبل يوم من بدء المحادثات فأن الثقة منعدمة بين الأطراف ولا يتوقع التوصل إلى كثير من التفاهمات ولكن هذه المشكلة بحسب أجندة العمل للأمم المتحدة عدم التوصل إلى تفاهم بشأن بند معين أو قضية معينة هذا لا يهني التوقف عندها والتوقف عن بحث البنود الأخرى لذلك حتى لو لم يتم التفاهم حول مسألة اللاجئين وهو أمر مستبعد أحمد لن يوقف المحادثات عند هذه النقطة بل ستتابع في الملفات الأخرى والبنود الأخرى اعتبارا من يوم الغد شكرا لك على كل هذه المعلومات موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنب منظمات أمريكية تطالب الرئيس المنتخب جو بايدن بإنهاء الحرب على اليمن في أقرب فرصة ممكنة والأمم المتحدة ترصد رقما كبيرا لضحايا عضوان التحالف السعودي على اليمن تجاوز 230 ألف ضحية فقرير حسين السيد أهلا بكم تستمر الحرب على اليمن للعام السادسي على التوالي حرب خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب منظمات حقوقية عالمية ومحلية نحو 233 ألف شخص قتلوا خلال الصراع الدائر في اليمن على مدى خمس سنوات بحسب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التي اعتبرت أن هذا الرقم الكبير غير مقبول من جهة أخرى وصف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين من بينهم أطفال من جراء شن غارات جوية واستخدام العبوات الناسفة والهجمات البرية بأنها مقلقة على نحو خاص ومع استعداده لدخول البيت الأبيض طلق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عريضة موقعة من نحو 80 منظمة أمريكية تناشده إنهاء الحرب على اليمن في أقرب فرصة ممكنة الموقعون طالبوا بايدن بوقف التعاون الاستخباري واللوجستي مع السعودية وبوقف بيع الأسلحة للرياض وممارسة ضغوط عليها لوقف قصفها الجوي وإنهاء حصارها لليمن إلى الكونغرس الأمريكي أيضا وصل خطاب موقع من قبل 29 منظمة ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة خطاب طالب الكونغرس بمنع إتمام صفقة بيع أسلحة أمريكية للإمارات المنظمات اعتبرت أن مبيعات الأسلحة للإمارات وهي طرف من أطراف الصراع في اليمن وليبيا من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وأن تفاقم هذه الأزمات الإنسانية الظاهرة مستمرة وفيها بعد الفاصل سانتا كلوز ملتزم بالحجر المنزلي في لندن أهلا بكم من جديد التنافس الانتخابي في العراق بدأ مبكراً ومعه بدأ التحركات الأطراف السياسية نحو ترتيب أوراقها وشحظ جماهيرها استعداداً لخوض غمار السباق الانتخابي المبكر تقرير محمد الفهد ستة أشهر تفصل العراقيين عن الانتخابات المبكرة التي حددتها الحكومة التنافس بدأ مبكراً على ما يبدو الصدريون استبقوا الجميع وشحذوا همم جماهيرهم من أجل المشاركة الفاعلة فيها فحدثوا بطاقاتهم بكثافة هدفهم صدارة برلمانية وصولاً إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى الإجماع السياسي على موعد الانتخابات المبكرة غير ثابت حتى الآن فهو متأرجح بين الالتزام به وبين تغييره بعض الجهات السياسية غير متفقة مع التاريخ الذي حددته الحكومة المركزية كما أن بعض الالتفاتات السياسية والتحالفات التي لم تنتج لحد الآن عن خارطة طريق واضحة البحث عن الصدارة هو تنافس آخر يشهده إقليم كردستان العراق بين الأحزاب الكردية إضافة إلى المناطق الغربية بين مكونات اتحاد القوى السنية فيما الأحزاب الناشئة التي ترفع شعارات احتجاجات تشرين لا تزال في طور ترتيب الأوراق مرشح المستقل هو ممكن لا يكون لديه منصب أو يكون في حزب سياسي بالتالي هو كيف يستطيع أن ينافس الكتل السياسية في ظل ظهور المال السياسي اليوم جمهور الأحزاب الأحزاب لديها جمهور لديها العديد من المنظوين تحت لواءها الأحزاب التقليدية على ما يبدو تتحرك وفق مبدأ الاستعداد للانتخابات سواء أجريت مبكرا أم في موعدها الطبيعي عام 2022 فهي في توقيت معتاد للتنافس منذ عام 2003 بنحو منفرد تتحرك الأحزاب والتيارات السياسية في العراق هذه المرة مقتضيات القانون الانتخابي فرضت هذه المعادلة فلا تحالفات تسبق الانتخابات بأي شكل من الأشكال الرهان على الجمهور المنتمي هو المسار الأوحد وفق معطيات المرحلة الحالية محمد الفهد بغداد الميادين في إطار متبعة التحقيقات في محاولة انقلاب عام 2016 أمرت السلطات التركية باعتقال 82 عسكريا للاشتباه بصلتهم بالداعية فتحالا جولن وكانت محكمة تركية قد قضت بسجن قادة الانقلاب مدى الحياة وبإذانة مئات الضباط والطيارين والمدنيين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي قتل خلالها 250 شخصا دعا الرئيس الأذربيجاني إلى شراكة اقتصادية إقليمية تضم كل من أذربيجان وأرمينيا وإيران وتركيا وروسيا وكان الجيش الأذربيجاني قد أعلن أن قواته دخلت إقليم لاتشين إلى الثالث والأخير الذي سلمته أرمينيا والمجاور لناغورنو كارباخ وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت في بيان لها أن وحدات من الجيش الأذربيجاني دخلت إقليم لاتشين تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار هل من الممكن تحقيق السلام في إقليم ناغورنو كارباخ من دون تجاوز العواقب المأسوية لانهيار الاتحاد السوفيتي على القوقاز سلام العبيدي اتفاق وقت إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسيا وضع حدا للقتال الذي استمر 44 يوما وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يحدد صفة قانونية لإقليم كارباخ إلا أنه يتضمن خطوات بإخماد فتيل الحرب وهو يعني في الواقع انتصار أذربيجان أذربيجان تستعيد الأراضي التي فقدتها قبل ربع قرن بما في ذلك مدينة شوشة والمناطق الأذربيجانية المتاخمة للإقليم التي احتلتها أرمينيا آنذاك ومع حلول الأول من ديسمبر تستكبل أرمين انسحابها من مناطق كيلباجار وأقدام ولاتشين ويسيكون ممر لاتشين الذي يربط قرباغا بأرمينيا تحت سيطرة قوات حفظ السلام الروسية وستحصل أذربيجان على ممر يربطها بجيب نحتيفان الذي سيعبد طريقا بريا مع تركيا لطالما حلمت به أنقرة وباكو فهل كانت الحرب مفاجئة لروسيا؟ لم تكن الحرب في كارباخ مفاجئة لروسيا والدليل أنها أجرت مناورات عسكرية في القوقاز انتهت قبل يوم من اندلاع المعارك لقد كانت المناورات رسالة مفادها أن روسيا موجودة في المنطقة وتتحكم في قواعد الاشتباك فيها وهذا ما يفسر بأن الحرب انتهت عندما قررت روسيا إيقافها عملية حفظ السلام في المنطقة ستكون روسيا حصرا أما المشاركة التركية فستتم من خلال مركز مراقبة خارج قربا وثم تما يعتقد أن التعاون الروسي التركي في القوقازي يفوت الفرص على الغرب لإقصاء روسيا من المنطقة نستطيع أن نرى أن جناحا لبراليا في النخبة السياسية الروسية مدعوما من اللوب الأرمني يحاول جرى روسيا إلى مواجهة مع تركيا على رغم من أهمية العلاقات مع أنقرة سواء اقتصاديا أم جيوسياسيا لمواجهة الغطرسة الغربية الواضح أن الرئيس الروسي يفهم ذلك ولا يسمح بتدمير العلاقات مع تركيا في أرمينيا ينظر إلى هذا الاتفاق بألم والبعض اعتبره خيانة لكن القوى الفاعلة لا تتعامل بعاطفة مع قضايا الحرب والسلام وإنما من منطلق المصالح البعيدة الأمد في حين أن الاتفاق يعد بالسلام إلا أن وقائع الميدان والتاريخ ترسم لوحة مختلفة تماما وربما من المفيد مراجعة صفحات التاريخ السوفيتي فعلى الرغم من كل إشكالات تلك الحقبة إلا أن عشرات الشعوب كانت تعيش في بلد واحد في إطار المواطنة سلام العبيد موسكو الميادين أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مصاعدات بقيمة 35 مليار دولار العام المقبل للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا التي تهدد عشرات ملايين الأشخاص حول العالم بالمجاعة مارك لوكوك مصاعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة أوضح أنه في العام 2021 235 مليون شخص في 56 بلدا حول العالم سيحتاجون مساعدة طارئة سانتا كلوز أو بابا نويل ملتزم بالحجر المنزلي في لندن وليخرج لالتقاط الصور في المتاجر هذا العام لكنه سيواكب التطور ويلتق محبيه عبر تقنية الفيديو كول موقع بريطاني أتحل الأطفال لقاء الرجل الذي يحمل لهم الهدايا في عيد الميلاد من كل عام عبر مختلف تطبيقات التواصل وسط استمرار تفشي فيروس كورونا وبإمكان الأطفال الاستماع إلى قصص يرويها لهم سانتا والقيام بجولة افتراضية في منزله الصغير المليء بالهدايا والزينة ألاف الطلاب السوريين يعودون إلى مقاعد الدراسة في عدد من مناطق ريفي إدلب بعد تحريرها من الإرهابيين سبعون مدرسة في ريفي إدلب عادت لاستقبال طلابها بعد سبعة أعوام من توقف دراسة فيها سبعة أعوام عجاف خلت فيها المدارس في معارة النعمان وخان شيخون وسراقب والقرى التابعة لها من أصوات الطلاب وألعابهم والسبب احتلال الجماعات الإرهابية للصروح التعليمية وتحويلها مقارة حزبية ومخازن أسلحة استكملنا الكادر التدريسي والإداري في جميع المدارس ولا يوجد أي نقص في الكادر التدريسي في تلك المناطق وزعنا الكتب حاليا تم توزيع الكتب بشكل كامل وتم توزيع الوسائل التعليمية المناسبة خمسة ألاف ومئة طالب وطالبة عادوا إلى مدارسهم هذا العام بعد استكمال مدرية تربية إدلب ترميم وصيانة المدارس التي لحق بها الدمار والتخريب أعداد الطلاب تؤشر على عودة العديد من العائلات التي هجرتها الحرب إلى بيوتها إثر الاتهاء من تأهيل البناء التحتية وتأمين الأساسيات لعودة الحياة في هذه المناطق هذه المدارس افتتحت بجهود جبارة من عودة الأهالي بعد تحرير الجيش العربي السوري لهذه المناطق توجيهات الحكومة طبعا تنصب في إعادة وتأهيل المدارس التي تم تخريبها من قبل المجموعات الأرهابية المسلحة لدينا الكثير من المدارس في الريف المحرر متضرر جزئيا وكليا حاليا نحن في المحافظة نعيد تأهيل هذه المدارس الجهود الرسمية والأهلية تتضافر في ريف إدلب لتعويض الطلاب عما فاتهم من أعوام دراسية واستعادة استقرارهم النفسي عبر الانتظام في الدراسة ما يساعد على استقرار أهليهم ويشجع من شردتهم الحرب على العودة إلى الحياة الطبيعية إلى الصين حيث أظهر عشرات المسنين مهاراتهم في ممارسة اليوغا وسط الثلوج وبرغم درجات الحرارة المنخفضة هم أبناء قرية اشتهرت منذ عقود بإتقان غالبية سكانها لليوغا وبمحافظتهم على اللياق البدنية والصحة الجيدة رغم التقدم في السن وانضم ستون شخصا إلى دروس خاصة باليوغا الشتوية لتدريب الجسد على تحمل الصقيع وتدريب العقل على تحدي الظروف الخارجية ولان إلى موجز الاقتصاد في الظاهرة مع زميل عبدالله ظاهر عبدالله مرحبا مساء الخير أحمد شكرا أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى موجز الاقتصاد في الظاهرة حيث قال البنك الدولي أن لبنان يعاني من ركود شق وطويل وانتقد السلطات بسبب الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات وتوقع أن يتباطئ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى ناقص 19% خلال العام الحالي وقال البنك الدولي أن الفقر سيواصل التفاقم ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء مطلع العام المقبل فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% ارتفاعا من 171% في نهاية العام الماضي نفى مصرف سوريا المركزية المعلومات التي تحدثت عن طرح ورقة نقضية من فئة الخمسة ألاف ليرة سورية مطلع العام المقبل مذكرا بأن أي جديد في هذا الخصوص يصدر عن المصرف المركزي وسبق أن نفى المركزي السوري مرات متعددة عزمه على طرح هذه الفئة من العملة النقضية برغم أن قانون المصرف المركزي والنقض الأساسي جرى تعديله ليصبح بالإمكان إصدار الأوراق النقضية من فئة الليرة حتى الخمسة ألاف ليرة سورية قال وزير النقل المصري كامل الوزير أن بلاده تمضي قدما في خطة توسعة شبكات المترو والسكك الحديدية وتقترب من إبرام اتفاق مع شركة باكتل لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة الوزير كشف أن كل فتة خط مترو الأنفاق يصل إلى خمسة مليارات دولار مؤكدا أن معظم مشاريع النقل التي تضم أيضا الموانئ الجافة والنقل النهري يجب أن تنتهي أواخر عام 2024 أعلنت السلطات الجزائرية أن الرحلات الجوية الداخلية المعلقة منذ شهر أذار مارس الماضي في إطار التدابير المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا ستستأنف يوم الأحد المقبل وتتوقع الجزائر خسائر ضخمة لشركة الطيران الوطنية بسبب تبعات كورونا ولإيقاف الرحلات لأكثر من تسعة أشهر يشار إلى أن الحدود الجزائرية مغلقة منذ منتصف أذار مارس باستثناء رحلات تنظم لإعادة مواطنين عالقين في الخارج كشفت وزارة النفط العراقية أن يشهد العام 2023 اكتمال مشاريع استثمار الغاز والوصول إلى الإنتاج الكامل المتمثل في 2700 مليون قدم مكعب قياسي كل يوم وكيلو وزارة النفط حامد الزوبعي قال إن الوزارة قادرة على توفير الغاز لمحطة الوقود من خلال استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط وأن كميات إنتاج الغاز المستثمر حتى الآن تصل إلى 60% والبلغة 1500 مليون قدم مكعب قياسي قال وزير النفط الإيراني بيجين زنجاني أن سوق النفط العالمية ما زالت هشة مشيرا إلى أن تمديد الاتفاق لخفض الإنتاج إذا اتخذته أوبيك بلاس فسيكون معقولا لإيجاد التوازن في السوق وأشار زنجاني إلى أن الدول من خارج المنظمة لم تبدي استعدادها للالتزام بخفض الإنتاج ما قد يؤدي إلى تراجع دول أوبيك عن تمديد الاتفاق الحالي وأشهدت أسعار النفط انخفاضا بفعل المخاوف من ارتفاع المعروض مع إرجاء المنتجين الكبار محدثاتهم بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل رأى رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيران باول إن بلاده تتجه نحو مزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي تعصف بها والأثار الاقتصادية غير المؤكدة باول قال إن الزيادة في الإصابات الجديدة مثيرة للقلق على الرغم من كون الأخبار المتعلقة باللقاح إيجابية محذرا من أنه في الوقت الحالي مزالت هناك تحديات وشكوك كبيرة بما في ذلك توقفات إنتاج وتوزيع اللقاحات المحتملة هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابع البزيد من أخبار الاقتصاد عند الخامس عصر مع الاقتصادية المفصلة عودة لك أحمد عبد الله شكرا لك شكرا بالفن الصوفي حارب الطفل المصري عبد الرحمن طارق مرض السرطان الذي أصابه بعمر العشرين شهرا لم يستسلم للأوجع ولم يسمح للمرض بالانتصار عليه بسانط الراف بعكس عقارب الساعة قرر ابن العشر سنوات أن يحلق في السماء وأن يدور ويدور ويدور كما الكواكب السابحة في الفضاء كيف استطاع ذاك المرض المسمى بالسرطان أن يخترق هذا الجسد النحيل بوحشية ومن دون أي رحمة وأن ينقل الطفل المصري عبد الرحمن طارق من عمره الجميل وطفولته وبراءته إلى عمر يبحث فيه عن معنى الهدف في حياته وأن يقول بإرادة صلبة هازم السرطان وحاربه وحنتصر عليه برأس التنورة كنت قبل ما تعلم التنورة كنت طول الوقت نايم ما باتحركش ما كانش ليه هدف يعني أول ما تعلمت التنورة بقى ليه هدف وماشي فيه ويعني فرقت معايا حاجات كتير بقى نفس أن أنا لف ما بقاش أن أنا قاعد يعني قاعد على السديد لا نفس أن أنا لف فقوم متحرك يبقى عني نشاط شقصت حالة عبد الرحمن بالسرطان وهو في عمر لم يتجاوز فيه العشرين شهرا عشر سنوات مرت وتمثل لشفاء بعد إنهائه جولات العلاج الكيمائي والإشعاعي قبل عام لم يستسلم ارتدت النورة بالرغم منطق لهذا الرداء كسلاح يقاوم به المرض ومع كل لفة تحدي وقوة للتفاضي على التوازن البدني والذهني ومجاهدة للنفس والروح ولفتها النورة وعادي مش فرق معايا واجع مش واجع مش فرق معايا بس المهم أنتصر على الوجع مش الوجع اللي انتصر علي عبد الرحمن بعمر الطفولة تعلم قواعد فصل جسده عن روحه والتخلي باللف والدوران عن آلام الدنيا ليصبح في عالم الحب والروحانية والعشق والتقرب إلى الله عشق هذا الفن الشعبي الجميل حتى بات دواء وعلاج وفكرة تمكنه من توظيف حركة الجسم الإيقاعية كنوع من التسبيح بحمد الله وأن يرفع يده اليومنا إلى الأعلى ويخفض اليسرى كمناجة لله في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العنوين ضريف يتحدث عن دور للقاء بومبيو ونتنياهو بن سلمان في السعودية في التآمر لاغتيال فخر زادة والشورى الإيراني يقر قانونا يسرع البرنامج النووي قناة محادثات سرية بين إسرائيل وتركيا لتحسين العلاقات بينهما بمبادرة من أنقرة بحسب موقع المونيتور الأمم المتحدة تكشف أن الحرب في اليمن أودت بحياة 233 ألف يمني ونحو 80 منظمة أمريكية تناشد بايدن انهاءها في أقرب وقت تحذير أممي من مجاعات بسبب تفشي وباء كورونا ونداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار وكان في الظاهرة أيضا عبد الرحمن تفصل طفل مصري يحارب مرض السرطان بالفن الصوفي للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة